اشتركوا في القناة سؤال اول مبدئي بيش نعرف اينا معشكون قاعد نحكي سيحاتم بفضلك لماذا لم تصرح بمكتسباتك لانه القانون ما يجبرنيش منصرح مكتسباتك مش صحيح انتي كنت موجود في شورى النهضة الى حدود تقريبا قد شهر التالي ولذا القانون كيف خرج انتي ما زلت عضو شورى وانتي عضو مجلس كذلك مساهم في اذاعة انتي سيحاتم ولا لا مساهم في اذاعة والاذاعة حتى من باب انك معني بوسيلة اعلام القانون يفضح لك انك تقلم مكتسبك الاذاعة ذي كانت حلت وتسكرت وقت اخرج القانون التصريح قلنا شكون المعنيين بالتصريح في الاحزاب وحكيت حتى مع اصدقاء منفاق وكل شيء وكل تشاورنا زاد حتى من محكمة دارية كل شيء اللي لايز اكزيكوتيف في الحزب خلنا نقولوه هي نعتبه فلوس اليوم هكو اليه على الاقل هاي تشاور طبيب 2.5 مليون دينار في العام فلوس توين سادوكم يلزم تعملي انتغوتوزة بسما ماذا كان نعملو لشو حاتنا بولابير صرح وما صرحش وفلان ما صرحش انا اوه تعرف نقولك حاجة طلبت سي شوقي نهار لحد جقولوه مجنجيك نهار اثنين ومبعد تخلفو كل شيء انا حبنا معمال تصويره ما شوقي ما حابي عمل شو حملت تصويره مش شوقي وطلبت اوفيسيالما مشي الاسطن تياي مشي غادي خليل الوراق خليك أمان حكي إذنك خنقوله سي ساوناي با افكاس انوناي با افكاس سيونوناي با افكاس انتبخوا القانون ولا مش فوق قانواي القانون كي ما حكيت الباسبور هذي هكا والي فما موراش حاجي بحداكم قال انا مش نتخلى على الباسبور الفرنسي لا انا القانون القانون شي قولي اتخلى وعملت عهد في الساس ما هي في اللي زي انو سوف اتخلى على الجنسية فرنسية اذا كان ننجح ورئيس دول انا منحب شد الصف اللي تايليس دونك يزينا من الشعبه ويا يزينا من الينفكاسيتي الدولة متاعنا انه انفكاس هي انفكاس خاطر بالمال لو تخود الفرنسيون وتشوي الفرنسيون اي دونك شنقول انا هيا سيدي اخرجلي النص يا شوق تابيب اللي ععضاء الحزب بكل يصرحوا نقولك حاجة اخرى كيف كيف المجلس الوطن في اقتونس ما صرحش اللي صرح هو رئيس الحزب والمك التنفيذي سي كومسا يزم بناتنا قانون مش بناتنا شو وميديا بناتنا قانون القانون شي يقول الهياك التنفيذية في الحزب هي اللي تصرح ومبعدين مش ناخو بالخاطر تحباك وناخو بخاطر كسيليس ولولا اقتوى الانبريمي في الكرهبة ميجي دوت فريوريتي جسوي افكاسا عندي ضشنو جو فوكسون كومسا ليس ليه 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 خليتك تجاوز حاجة نشو نتفعلو معك الموضوع موضوع مبدئي انتي ماشي الى سباق رئيسي تقول لي تخد انفورماشون انا بقولك اذا ماشي الى سباق رئيسي يوري للتوينسا يوري انه تعامل مع القانون هو تعامل مبدئي مع مؤسسات الدولة مع نية المشرع انه من موجود في الفضاء العام ومن موجود في الاحزاب يصرح بمكتساباته هذا المبدئ هذا المبدئ ليش مع الشو القانون يقول خرجل نص قانوني يقول اعضاء الحزاب لا الناس قانوني يقول الاعضاء في الهيئة كل التنفيذية شو شو ساسيا غيان نجمو نعملو شو وراه نقولك حاجة نجمو نعانا دينا مصرحش انساكنك ورية جمهورية وين فواري جمهورية شو 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 المشكلة طرف شنوه؟ نحترمه التوانسة وذكية التوانسة اليوم تحب نصرح نقول مخذت خاطر القانون ما يجبرنيش بصرح انا مش ناخو بالخاطر تحب شي هك؟ لا 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 بل حب حد شي انا سحاتم لا 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 وانت جاوبت قلت انا بالنسبة لي ما فماش عليش والقانون ما يجبرنيش واخذت استشارة من المحكم الإداري لا تصرف هذيك سحاتم هذيك أمورك أنا لعف وأنت ماشي ماشي لصندوق الاقتراع هذا مشروعك ماشي لصندوق الاقتراع من المفروض انه اللي ماشي لصندوق الاقتراع يكون امبيكابل يعطي فكرة على انه عنده انساتين اكزمبلاريته يوري بزديد للالواء مش القانون فقط فما الاخلاق زادة سحات فما الاخلاق تقول انه للشفافية واللي ماشي للتوانسة واللي غدوة بجيكون مؤتمنة على الدستور و بجيكون مؤتمنة على الدولة وسيادتها ماذا بيه منتاو يكون شفاف يسرح كرئيس جمهورية قبل ما يدخل ايها الجمهورية لا لا خانتفهمه هذا روح القانون نحكي اليازي روح القانون اليازي روح القانون تقول رئيس جمهورية قبل ما يحط سيقه في كرتاج يسرح ومبعد خمسة سنين يسرح اه انفع يسرح مالاخلا هذا خانون شي يقول لون قد تتعهد انك اكتبك القانون هذا رقع تقول لي اوكي دكور دو نمشي احنا بعض المواضيع السريعة الاخرى فسر لي فقط ومبعد نمشي للبرنامج سيحاتم بالتفصيلة فسر لي فقط كيفيش تدخل للنهضة تخرج في عمين وتترجح ضد النهضة عليش شنو اللي صار اللي صار هو انو كيما برشة توانسا قبل الفين وحداش كنت لهي بعيلتي بمرتي بخدمتي والحمد لله كنت ناجح في شركاتي جيت أنا فينمون ماجور في فين وحداش البعض يسميها الثورة البعض داخل انقلاب أنا فينمون ماجور حدث جيسي انتي قلت حدث جيسي اللي صار هو انو فين عالم معانت ما عامتكم مش دونك استرجعنا كل عالم وكل بلاد قلنا البلاد متيعنا هدية واذا سوف نهتم بشانع مش أنا برك كمية للفت على الشباب اي انا وقتا جيت الثورة الفين وحداش كنت عمري رمائن سنة اليوم عمري ثاني رمائن سنة والتي تعلمتو ثماني سنة دوما في حزب كبير ومانيش نادم لانو انا وقتا انا عندي اصدقاء في فيقتونسو وشوي ادوجي عن قاند يكل وعندي اصدقاء في فيق وحتا وقت سعب بالخوج قالوا ايجا معنا كل شي تواسد كل قالوا ايجا نتلاحوا ببلادنا بشانع اي دونك اخترت انا دخولنا هذا ويجيتني اوفر من فيق ووفر من حزب جمهوري دونك ستا انشواء جلسوم اي مش نادم علي اللي صار هو انو في الفين انشواء مش هكالوختي ليس هكالوختي غني خلش مانعم بنام اذيكلوختي فما قناعات فما انتي مي هذيكقناعات اي لا فما قناعات فما انتي مي انت عارك انتي مي موزايك الياس الليوم لانتي متاعك قودرة بينك موزايك ليس يا حاتم انا منيش متراش على ليس منيش مي فضل ليس تقل لي كلام ما قلتوش ما فهم شو ليس على كلمة اوفر قلتلك كلمة اوفر يهذكها و خماكيكها إليس أنت اليوم تخدم مزايق وخطة شخص في شمس هل هل هناك ناعت سياسية؟ هل شو نقول لك؟ مش نجيوبك بذارة اليس نفهم فيها إذن اللي صار في أحداش هو تونس كلها انتخبت النهضة مليون وستمية وعشين ألف تونس دونك نس كلها عطينا أمل في النهضة أنه تغير الواقع اللي صار منظومة نسميها منظومة الحديش ساعتاش اللي في هالنهضة وضحية تونس والنيدي ما غيرتش الواقع ما عملت كرسة الواقع المنظومة الموجودة ما عملنا وفيت بعض من الدولة الاستقلال عرفنا وجود منظومات البعض يسميها الجمهورية الأولى الجمهورية الثانية أين سميها المنظومة الأولى الثانية المنظومة الأولى سبعة وخمسين المنظومة الثانية 11-19 ما نرجعوش التاريخ خلنا نشوفوا شوي شنو اللي صار 11-19 واللي هو يهمني أنا واللي في الأخير قد يتقرار 11-19 حابين نصلحوا لبلاد حابين نغيروا ما غيرناه وفيت أكبر مخيطة الأمل ما غيرناه وفيت ما غيرناه وفيت الزيكتور وفيت انتخبوني أنا مليونوستامية قالوا لي هاو شيء ما نعمل عادلة اجتماعية اليوم ما هزيت بنتي يصبعها الباية هزيتها الهنتي سكولير أنا اليوم باية في بارتية 5% جسو مالوغه بريفليجي مالوغه لأنه باية في بارتية 5% من الثانية من الثانية من الثانية اللي مش تخلوه ديجا ربحت عشرة برابور للتعليم العمومي زوزم لينتوانسا منهم مئة تلف 5% في التعليم الخاص و مليون سامية في التعليم عمومي جسي مليون في الورانتوازيون وتعرف هذا أجالي شيفر تعرفيني أنا نوم الساتيستيك اللي توتلي في اللي غنوبل هنسا تب بستيغاء نينو موما بجمعة 35% دونك هذي هذي مش خايبة أمن هذي مش خايبة أمل هذي خيانة لأنه اليوم عملنا تونس هذي كانت موجودة أقبل حاتم بولنبيار حاتم بولنبيار أمن بمشروع CS تخلو في 2011 من بعد اعتبر أنه فم خيانة مؤتمن وخيانة مشروع خرج منه تعتبر أنه النهضة خانة المشروع مشروعك أنت شخصي ومشروعك ممتر أنا أقولك شو مشروع أنا معاك 100% مجوز نعرف هكو هكو أنا مشروعي خدمت البلاد هدية اليوم أنا لحب نمشي رئيس جمهورية لأنه نحب نغير اليوم اليوم جوورني سي ريفورمي الناجي منجي أنا رئيس جمهورية ورئيس الحكومة وفيما وزارة كانوا يشتغلوا معايا في الشرك ومشيوا كل شيء ويعدي وقتهم يصحوا في الكنجيات جوورني معني يتبدل ومأفاس عندي عندي غزيطان الشانجمات يدون كسكي بس بس بسي اليوم تونس تستحق تغيير عميق وشامل نيخو مثال عنا وزارة مش ناخو حاجة أخرى مش الاستثمار سياحة لا تكنولوج مش تعتيك وزارة أخرى وزارة الاستثمار الدولي نهار كل يتعاركوا زياد العديري مع وزير الخارجية شكون يمشي لفهمية شكون يمشي واشنطن هكا هكا تصير هكا تحب نغيره في بلاد هدية ما عاش فهم وزارة استثمار الدولي فهم حاجة بارك فهم الخارجية وتحت الغارجية فهم ديركسيون متاع لستثمار الدولي دونك هذا التغيير في تونس مش قادي نعمل في تونس عندي فرقة تفهم حقيبة وزارية اليوم 45 اليوم يزمنا تونس ما خمس أشبارك سفري وفضغ موان دو بلاس بوري كوبان مي سي كمسا يلزمنا نغيروها البلد هدية نعتكم ديالك انا كنت لا لا فهمها 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 لا لا في وسط المنظومة مقلش نهذا نهذا دولة أنا قلت لا لا في وسط مش الدولة في وسط المنظومة هذي دولة خانتفهموا الدولة حاجة والمسايرين في الدولة أحد يجس ساعتاش حاجة أخرى الدولة أكبر من المسايرين نجيوها في ثمانية سنة أكبر الدولة ماذاك مفهوم الدولة أكبر دونك انتي تدخل على إصلاحات كبرى أعطيني 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 سيليس خنكمل بليه جملة هذي انا كنت داخل منظومة تحقق وانتي بشتحكم في الوقت سيحاد فاضل سيتي انا مضاب التراسي وانتي بشتحكم في الوقت وانتي بشتحكم في الوقت وانتي بشتحكم في الوقت نحكيلي على إصلاحات كبرى أعطيني خطوطها العريضة كمترشحة رياسية أول حاجة أنا كنت في داخل منظومة الحكم في حزب كبير حكم من 11 ساعتاش في بالك فهماش القانون تعدى بدون كتلة النهذا ايه في بالي إذن فهم أنصني ما ونخرج من اللي من أجموه سلحوا بلادنا بالمنظومة هذية اللي هي منظومة التحليل الساعتاش نهضة النيداء مشروع تحييات سترا لأنهم كسكي سباسوفيت نحن نتوى داخلين انتخابات الأحزاب الذية تعمل ثلاثة أنواية متع وعود تعمل وعود انتخابية لل اللي يدفع وليزا في جرمان عندكم فكرة اللي في جرمان عندكم المعلقات التجارية ديك بقضية الكعبة 150 دينار المونوبود وتسعيمة اليوم الصغيرة تبدأ ب 150 دينار تمشي 90 دينار هذوكم أنا ناس ملاح نيتي طيبة اللي سيد الأرجان وليجال لش معناتها؟ فما ناس يعطي هو 60 دينار مرت 60 دينار خذيهم الرجال أعمال ليجال مو 60 دينار لأن القانون في تونس يسمح أنت ومرت يزوليك لتقال تقول هذي وعود مرتهنة لمبعض مرتهنة مرتهنة فما النوع الثاني متاع الوعود للكوادر الحرك ولكوادر الحزيب بدي يكل مضوما كل وليسار من 11 ساعتاش وفينا هكا نقوله أنا وفينا بعود اللي سار كل مرتهنة كاملة نحكي لك المتاع الفئة الأولى الفئة الثانية والدندون الفاقس هي الثالثة هذا يزم يتبدل هذا يزم يتبدل أنا عندي بعود الفئة أبرك الشباب أنا نمشي للشباب التونسي وانا شب كيفو مع الشب يسر كاهل شاب 48 سنة عندي طاقت شباب ما خبرت شيئب عندي 20 سنة خبر إذن يلزمنا نبدله نعطيك بالله هيميثي كنت أسمع اليوم الشيب تونسي اشي حب خدمة كرهبة دار هكا ولا خلنا حكو بالكرهبة اليوم انتلياس هتبدل كرهبتك تبقى لشو يزم كتمشي لان دو سي سيد كونسيونير لتا اليوم تبليج انتلياس الغربية مشتاشر كاملنا سيدوما ألوك أنا مقابل الحملة مقابل الحملة متاعي ثم صفارة كوريا للجنوبية ما عبيب يشكون عندي تاسيونوري هلك ما عبيب الليبية لا تعرفش عليه حبي ياخدو الفيزا يطلع الكوريا يشري كرهبتو بترميلورو الي انت الكرهب هذيك هكيا كشيدها بخمسين الف دينار يشريها بترميلورو ويجي أنا عليه نجبر الشيب التونسي مش يبدأ مرتهن لهذوكم الناس هون بيدهو نعرفش نقلق الوكالة ويحد وكل شيء ميسيسافي على البوليتيك سيديغ لي شوز نكمل جملة هذي عايشك إذن أنا غدوة ميس نسمح لأي شاب تونسي ولا غير شاب مش يشري كرهبتو مليني حب وميس يكونش مرتهن الناس اللي عاونوا لحزاب هذيه يسيقراف نقول فيها راو مش غدوة مش يخليوا الو سيستام بلوكي اليوم تونس واقتصاد أنا يهملي الاقتصاد بعد السياسة سيديو بلا بلا اللي نوسم دان دي زيلو متاع احتكار احتكار في السيارات احتكار في لجوة احتكار في كل شيء يفو ديكلوزوني لإيكونامي دو سيبليت مش نعطيو مقدرشي رأيه ووالا سكي يفو فر مبارد اخر شوش يشي پا فر مرحبا فعلو معاك فقط مش نجموني فهم التمشي متاعك كمترجحة الرئاسية اي ناجم يكون واضح برشا كنظرة اقتصادية حزبية للبلد ما عنده حتى علاقة بصلاحياتك كمترجحة الرئاسية وما عنده حتى علاقة بفكرة انتي اليوم بيا فكرة الاصلاحات الكبرى الهيكلية اللي ناخب في قلب المشروع واللي ما تكونش مرتهنة اللي باير دفون كالنحالي التاليفون ماذا بيز حتى مش ناجم نتحدث معاك وتكون العين في العين كمام خاطر التاليفون مشكلة اي فضلك ما فهمتش عليش رئيه سيئة لو جوست باولا فيزيبيليتي جوست باش الدسكور متاعك شكرا على سؤال بتاتري ما عندكش معلومة كيفية ممكن اولا غالتا منينا مع مالش كوميكاشن عنا قائمات وانا دير رئيس قايمة في تونس اثني انا اعبير موسي داولا سالسول كا بتراجحين رئاسة وزوز في تونس اثني لحيط المعلومة ما عنديش ممكن غالا من عندي انا جيبا ايتي اسي كوميكا شو عندي قايمات مستقلة عندي قايمات اتلافية باسم ايدة اندبوندان ديموكرات مستقلون ديموكاتيون هي موش حزب حالة سياسية جديدة جزتما غير مرتهنة للمال خنقول في عشرة دوار عشرة دوار وكتلة وازنة ترفش عليه لانه مثلا افاق تونس كانوا وازنين لانه اليوم خنقول عندي شوية رقاعة منفهم شوية غدوة المجوريتي اللي مش تخرج للاغلبية رغم ثلاثة اربع كتل وكل كتلة وازنة اذا نحن في صلب في صلب سلاحية الرئيس جمهوري نعطيك مثال غدوة شو اللي سار في خمستة في خمستة شي جي الرئيس حزب الاغلبية ولا الحزب الفئس سيحاف قايد السبسي هز ورقة سيبيجي قايد السبسي شو مكتوفيها الورقة ذيكا هاو اقتراحنا سيحبيب السيد بشد رئيس حكوم انا كيجيني غدوة وانا رئيس الجمهورية ان شاء الله كيجيني رئيس الحزب الفئس بامبورت قلب تونس بامبورت يجي لورقة الرجعوا لانه من صلاحية الرجع موريا نقول له نحبك الورقة ونحبك الدوكومنت اللي بجنبه متع الترانت وفين باج كيلي اتيني في الحاكمة دوكم سيفرية قسمتوا انتو مالكاكا ما يقولوا لي هذو ما شو مش عملوا بيهم هذا الخوار اللي صار في تونس هو انه موثيقة الحكم قصدك انت اكزاكتو مو هذا الخوار اللي صار في تونس يجي نقسمه وبعد يجي نقوله فالسل اللي علي تحب وزارة سياحة تراح وزارة سياحة اكبر بلد سياحة في تونس اسمه فرنسا يستقبلوا في 80 مليون سياحة عندهم وزارة سياحة فرنسا لا يجب انسان ما عندهم فرنسا عندهم ديز اوفيس د توريزم باري الزاس في تونس هذا اقتراحي هو انه في تونس هم ستة دووين سياحة ديوان السياحة الشمال الغربي ديوان السياحة السياحة للسيطرة ديوان السياحة في السياحة اللي يستقبل الروس هو سنغانا فرغم ديوان سياحة في الشمال الغربي اللي هو عنده معطى الامني كل واحده استراتيجيته كذلك يعني اكزاكتما العالم يدول هكا نحنا نعيش بلوجيسيال تنتروديس الدولة التونسية والناس اللي حكمت من 57 إلى 11 وماله رزمان يقول لك نجم هذا اللي صار ما حاولناش نغيره لانه تغيير صعب وعميق قطعفش كانوا لهين ولا؟ بتدافعوا الداخلي من الأحزاب وتدافعوا بين الأحزاب وكونوا حزاب وكل شيء سيتان كريم سيتان كريم اللي صار دونك تونس اللي خسرته اللي بار حكيت فوسفات كبس منظومة 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 11-11 جريمة جريمة في حق البلد جريمة في حق البلد وكنت انا داخل ما كنتش داخل جريمة ما كنت مستشار طعفش نوع اننا عتي عاشر ستشارات مستشار مستشار غدوى كما رئيس جمهورية غدوى مش unusحو ستة انا رئيس جمهورية مش ناخو 6 creative انا اقتصادي م 허ناض الاخدي نكمل الفكرة هيذي يس لين الم استشار يستشار المسؤول هو رقم واحد في الحزب ورقم واحد في الدولة إذن أنا على عشرة نصائح يأخذوا من سيحتي مر إذن غير مسؤول الدول تسير هكذا هو الجزب سنوضحه في فضلك صحات مخاطر صعيب لحدث معك وحقه أطول أنه تكون جريمة من 11 للتعطاش لكن أنت هذا ما منعك أنك تتعامل مع هكذا الدولة وما منعك أنك تبيع صفقات تكون مشارك في صفقات عمومية والصفقات العمومية هذه في آلات التشويش مع وزارة التربية فيما يخص البكالوريا وأنه يصير متابعة قضائية الآن لهذا الملف وأنه أنور معروف يقول وزير النهضة وانت داخل النهضة يقول هذه آلات كانت معطلة ولذلك من فهم شانا من جهة نعتبر أنه المنظومة جريمة لكن من جهة ننتحامل معها وبالمليارات من 2008 أعطيني دقيقتين لا أعطيني دقيقتين تفضل مرحبا بك لا أعطيني دقيقتين لا أعطيني دقيقتين لا أعطيني دقيقتين لا أعطيني دقيقتين سيناجلو ومنافس اليوم منافس عندي ثقة فيه منافس اليوم وقلو نفس الألات تعتاو في في ستاش سيناجلو لنا سبعتاش الفرق بيناتهم فاقبيني دقيقتين اللي قلت أنت تاولا سينجلو ما حابش نرجع ما تتوان سيفهم سكين ترفي أنا ستجدير خاتر نقول كلامة الحق خاتر عندي بوصلة هي تونس وهي بنتي وبنتك وبناتنا كل أولادنا كل إذن كل بيحات كيفية أنا نعطي فلوس مكنش ناخد فلوس سيبون فما ناس مرتهنين ياخد فلوس أنا نعطي كنت تعطي نعطي العاون أنا الحزب كنت في بتبيع نرمال إذن في اللخ راو عنا بوصلة بوصلة مصلحة المصلحة في أوية الهزبية ومصلحة أين عندي بوصلة برك ألا غالب كيك ونيخو موقف أنا ساحب موقف واللي صار فقالنا منه تقول التاريخ يقوله كل شي ما فهميش قضية ما فهميش قضية �� واللي صار هو ما سيلش تاسف يا اللي هو اللي صار تقول التاريخ اليوم توا 살 هيدا كل ما يعنيهم اتوا ارى هود الدولة اليوم تتكلف أربعين مليار منها 140 مليون دينار سياحة منها 121 مليون دينار تكنولوجيا أكثر بلاد متقدم في تكنولوجيا أمريكا إذا نحن نهضر في الفلوس الشعب نعطيه في 21 مليون دينار تكنولوجيا بالعكس تعطل بعد ساعات أنا أعملت أبليكاسيون حاتم بولابيار أبليكاسيون أندرويد يتقاو فيها البروغرام بتاعي البرنامج بتاعي أبارتي موقودة تبا فلابا قعد ثلاثة أيام مش نخلص 25 دولار سمحش باراو سنقول 26-90% من 26 يقولوا البلاد متخدمش علينا استهج رو في بلك حالين بايبال حالينا بايبال أنا كنجيز في باس وزير ويقول نحل بايبال من حالي سايا نستقيل لازم شوي أحترام أنا نقول هذي الكلام بايبال في نهارين في نهارين نتعرفش عليه كل حكاية ثيقة رو شو اليوم مش قاعد يصير فما مش يلي حكاية أمليقة في تولس 30 ثانية ونخل متفضل ولا هذا اليوم 90% من التناس يريدون التغيير التغيير مع منظومة 11-11 اللي قلت أنت أنا هي جريمة جوست نذكرك فشلوا جريمة نقولك مثلا الفوسفات جريمة هو اليوم الفوسفات مش قاعد يخرج في بايبالك اكتشفوا في تزير موقع فوسفات متاع 10 مليون سيئ وفي خلية بلاسة بلاسة خلية الناس خلية اليوم الجزائر عملوا شراكة مع السين لإستغلال الفوسفات حقها كانت الفوسفات شو اليوم الوقت خسرنا برشة وقت وقيت اليوم 2019 نرجعوا البلاد على السكة متاع اقتصادية يزينا من الهوية والحكاية الفارغة اليوم برشة السين ميفهموش في الاقتصاد وهذا نقولها رئيس جمهورية يزمي في الاقتصاد على خاطر في الأخر هو مش يقرار حتى مع أكثر أكثر الخبارة اقتصاد هو مش يقرار لأنه ثلاثة خبارة مش قولوا يمشي عليمين ثلاثة خبارة ساد نونك هو مسؤول وإن شاء الله بتونس وغدوة تونس نجم نحطوها إلا على السكة ثم يرد تغيير نحن في لحظة 7 نوفمرا 87 التوينسة يحبوا التغيير هاتش قلونا 90% متوينسة يردونا عقاب المنظومة 11 11 ويلزم إلي مش يجي فاهم بالكدير الدولة جمش اي واحد يجي نحن يعرفيش وإن شاء الله أنا عندي ثقة أنا عندي ثقة مش داد نميرو 1 ما داد نميرو 2 خد نميرو 1 نعرفو اليوم كنت حبقوهولك ما داد نميرو 2 ثم شكون مشي ربح ننتخبيت لي اليوم نعرفو شكون الفائز لول مش تعدد دور ثاني نعرفو نبي القروي أنا رجل القام نعرف دوبي أنا ويدمي دونك اليوم عندي فرصة بشبدة رقم 2 وإن شاء الله نبي القروي ربي فك أسره ونحب نغلبو في الصندوق في الصندوق مش لبي فير شكرا لك شكرا لك حاتمون أبيار مرحبا لك شكرا لك على قابل دعوة حالق عيد للجميع